موسيقى برنامشنا حرفوا كلمة مفهومية أنا عديتها بطلع درجة نحو القلمة واربح معنا لو حليتها خالت أمك عمي تيتها جدت عمك مين خالتها خالت أمك عمي تيتها جدت عمك مين خالتها بر 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 برنامشنا حرفوا كلمة مفهومية أنا عديتها بطلع درجة نحو القلمة واربح معنا لو حليتها موسيقى ماذا وكيف طاردنا واو العقف بالجاكتة ماذا وكيف طاردنا واو العقف بالجاكتة برنامشنا حرفو كل بمفهومي انا عديتا اطلع درجة نحو القنة وربح معنا لو حلاتا إسا 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 سبعة عامة قص ربعة ستة خمسة ونصة وديتا تبدوم أسعد الله أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستمر فيه ونواصل مسابقاتنا الثقافية مع الجامعات والكليات الجامعية وإلى دور الأربعة ونحن نقتل بالآن من دور الأول والثاني والثالث بعد هذا إن شاء الله اللقاء اللي بيسعدنا أن نرحب فيه بالكليات التي وصلت إلى دور الأربعة ومعنا كليتين الكلية الهندسة من جامعة العلوم التطبيقية أهلا وسهلا فيكم ستنافس كلية لندسة من العلوم التطبيقية مع كلية العلوم بجامعة الزرقاء الأهلية ويسعدني باسمكم أن أرحب بلجنة البرنامج المالية أهلا وسهلا فيهم ومجموعة الجوائز التي على يمين خلود خلين أقول في عنا السيارة هذه اللي راح تكون للفريق الفائز أو الكلية الفائزة على أي حال هذا سنتحدث عنه في الحلقة الأخيرة سيارة هونداي موديل 98 مجمركة مسجلة مرخصة مبنزنة تكرمين ومجموعة من المطابخ العالمية كل طقم عن 2500 دينار تقريبا ومجموعة أطقم بدلات وجوائز أخرى منها كهربائيات وكوشوك وأرجو بداية أن نتعرف على فرسان الحلقة من الكليتين أو من الفريقين معنا على يميننا كلية هندسة جامعة علوم التطبيقية الفارس رقم واحد محمود منصور سنة خامسة هندسة إلكترونية جامعة العلوم التطبيقية أهلا وسهلا الفارس رقم اثنين سامر السمان هندسة الصناعية أهلا وسهلا رقم ثلاثة حسام الإيراني هندسة حاسوب سينتاتي جامعة علوم التطبيقية أهلا وسهلا أما كلية العلوم بجامعة الزرقاء الأهلية ففرسانها يتشكلون من الفارس رقم واحد بشرى ردوان جامعة الزرقاء الأهلية أهلا وسهلا الفارس رقم اثنين محمود أبو حطب جامعة الزرقاء الأهلية أهلا وسهلا ورقم ثلاثة أريجي رشيد جامعة الزرقاء الأهلية أهلا وسهلا إذن الآن نحن بدأنا نخوض المرحلة الدقيقة والحساسة إجاباتنا تكون دقيقة وإلى الجواب مباشرة وبدنا بكل حيوية ونشاط نجاوب على أسئلتنا والجمهور بدكم معنا رح يتحول لكم أي سؤال لا يحظى بالإجابة من أي من الفريقين والسؤال إلى الفريق رقم واحد محمود منصور سؤالك يا محمود سؤال رقم ثلاثة رقم ثلاثة إلى خلود وابتقول لك خلود ما يلي أخي محمود نستهل أسئلتنا هذه بسؤال ديني جيد وجميل هي سورة من القرآن الكريم خليك معي سورة من القرآن الكريم ختمت بأسماء اثنين من الأنبياء ما هي وما هما لو سمحت بالله شباب خليك معي محمود معاك أنا معاي الفريق الأعلى نعم سورة الأعلى سورة الأعلى والأنبياء إبراهيم وموسى إبراهيم وموسى وإجابة صحيحة وأربع علمات أربع علمات إلى فريق العلوم التطبيقية وإلى بشرة رضوان سؤالك رقم يا بشرة سؤال رقم سبعة سبعة إلى بشرة رضوان دير برقم لكم تحاسبوا على العلامة الآن رقم سبعة يقول اقترحت يا بشرة هولندا في القرنين السابعة عشر وفي القرن الثامنة عشر على الدول الساحلية حدودا لمياهها الإقليمية تمتد هذه الحدود إلى خط يبعد ثلاثة أميال وما زالت بعض الدول تطبق هذا النظام سؤالي هو على ماذا استندت هولندا في ذلك الوقت في تحديد الثلاثة أميال بعطيك ثلاث خيارات الأول لأن مدى المدفعية كان في ذلك الوقت يصل إلى ثلاثة أميال اثنين لأن المياه الإقليمية المسموح لها في ذلك الوقت هي عرضها ثلاثة أميال في البحر الإجابة الثالثة هي لأن سرعة الباخرة في ذلك الوقت في عرض البحر كانت ثلاثة أميال في الساعة رقم واحد رقم واحد نعم أن المدفعية كان أعلى وأقصى مدى ثلاثة أميال نعم وثمن علمات ثمن علمات تبارجع بالسؤال إلى سامر السمان سؤالك يا سامر والسؤال رقم طلعتاش رقم طلعتاش إلى سامر السمان ورقم طلعتاش هو ما يلي لقبة لقبة بالشيخ الأكبر عاش من 1165 ميلادية حتى 1240 صوفي شهير تحتل فكرة الوجود ووحدة الأديان والحقيقة المحمدية مكان الصدار في مذهبه ومن مؤلفاته الفتوحات المكية فصوص الحكم الرسائل لطائف الأسرار ترجمان الأشواق من هو هذا يا أخي سامر هل هو ابن خلكان هل هو ابن الرازي هل هو ابن عربي نعم ابن خلكان ابن خلكان لا من يعرف من يعرف ابن عربي لو سمحت بالله مين ابن عربي ابن عربي واربع علامات إذن هو محي الدين ابن عربي والذي كما تعلمون هناك حي في دمشق بسوريا يسمى بيسموه الشيخ محي الدين ابن عربي وسؤالنا لمين لمحمد أبو حطب سؤالك يا محمد رقم تسعة تسعة لمحمد أبو حطب ورقم تسعة إلك يا محمد هذا لا أستطيع أن أعطيك فيه أي تخيارات يجب أن تعرف لوحدك وإلا بتاخد العلامة التي لا ترضى عنها أحد الصحابة قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحبك وأنبأني أنه يحبك من هو هذا الصحابي الذي كان أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام يا أبو عطب معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل وثمن علامات ثمن علامات وبرجع بسؤالي إلى حسام سؤالك يا حسام سؤال 12 12 12 رقم 12 إلى حسام والسؤال هو ما يلي أخي حسام هناك أجهزة تستخدم في القياسات لأكثر من غرض لو جينا وقلنا لك ما هو أو ما اسم الجهاز الذي يستخدم لقياس الكثافة النوعية للسوائل هل هو باروميتر ثيرموميتر هايدروميتر نعم لو سمحت هايدروميتر هايدروميتر خلاص نعم خلاص ثمن علامات وثمن علامات وبرجع بسؤالي إلى ريج رشيد سؤالك يا ريج سؤال رقم 5 رقم 5 إلى يا ريج وقبل أن نسأل السؤال الخامس يا خلود خلينا نطلع سوا قديش مجموع العلامات لحد الآن إحنا في البداية 16 علامة كلية الهندسة العلوم التطبيقية مقابل 16 علامة إلى كلية العلوم الزرقاء الأهلية والسؤال إلى أريج رشيد وسؤالنا هو ما يلي شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيج سرابيل كمان مرة شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيج سرابيل شو كان نسيج داود أبطال سيدنا داود في خيارات واضح شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيج سرابيل الحديد شو يعني السلاء يعني الدروع الدروع وثمن علامات وارجع بسؤالي إلى محمود منصور سؤالك محمود سؤال رقم 11 رقم 11 إلى محمود والسؤال يتعلق بما يلي هذا ما في خيارات وخلينا على جهة إحنا اثنين وسؤال إلك واسمعني يا محمود مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية في غلط في صحف حكي بدك تأيدني في الآخر مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إلى النتائج الانتخابات العام في الجريدة الرسمية ولجلالة الملك أن يمدد المجلس بإرادة ملكية سامية لا تقل عن ولا تزيد على فضل لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وثمن علامات وثمن علامات وبشهر رضوان سؤالك يا بشهر سؤال رقم خمستاش خمستاش إلى بشهر خمستاش إلى بشهر والنتائج تتقارب من بعضها البعض والسؤال هو ما يلي هذا سؤال إعراب انتبهي لي إله واسمعيني كويس والسؤال دقيق وقصيدة وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها كمان مرة وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها بدي إعراب كلمة غريبة كمان مرة بقراه وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها لي قال من ذا قالها ما إعراب غريبة يا بشرة غريبة صفة يسلم نمين نمين لاحظة لاحظة بالله لمن الصفة لفاعل تأتي صفة لفاعل تأتي لا لا غريبة القصيدة القصيدة طيب جينا على الإجابة هل أنا أقول وقصيدة تأتي الملوك غريبة المفروض أن المنعوت أو الناعة تتبع المنعوت بتذكيره بتأنيثه غريبة وقصيدة كيف صارت جوابك صحية بس عل لي بجوز لأنه طب قصيدة شو عربها مجرور بربا وقصيدة أو هي أصلها شو لازم تكون مرفوعة لأنها مبتدأ والسلام عليك ما شاء الله عليك إجابة بالمناسبة إجابة ذكية يا بشر وما شاء الله عليك وسؤالك أخذت عليه ثمان علامات وارجع بسؤالي الآن إلى سامر السمان سؤالك يا سامر رقم واحد واحد لسامر واحد لسامر والعلامات قبل أن نسأل هي على النحو التالي 24 الهندسة تطبيقية اتنين والتتين الزرقاء والسؤال لسا إلك والمجال لساته عم بيختلف من بعضه وفي تنافس واضح وكبير قال الشاعر قال الشاعر في وصف امرأة تبكي يقول كأن الدموع على خدها بقية طل على جل ناري كمان مرة كأن الدموع على خدها بقية طل على جل ناري جل ناري بس بدي تعطيني معنى كلمة جل ناري تطيق خيارات ولا تعرف أعطى خيارات خيارات جل نار الورد الجوري الأحمر أو زهر الرمان الأحمر أو العين الدامعة دمعة الفرح نعم الاختيار الأول أعطيني إياه فيش اختيار أول قل لي الورد الجوري الورد الجوري الورد الجوري وإجابة خاطئة وليس لها أساس من يعرف عطيني إيدك اتقوا مين دي جاوب فضل محمود الرمان الأحمر اللي هو إجابة ثانية زهر الرمان الأحمر وزهر الرمان الأحمر وإجابة خطأ التالت وإجابتك صح أربع علامات وإجابة سليم وصحيحة الجل نار وزهر الرمان الأحمر وبرجع بسؤال يمين الآن يمين أبو حطب سؤالك أبو حطب رقم عشرة سؤال رقم عشرة إلى أبو حطب ورقم عشرة أخي محمد كرة القدم كلنا يعرف بأن كرة القدم لعبة مشهورة وشعبية انتشرت وهي معروفة ويمارسها الرجال لكن يبدو بأن النساء عم بيشاركون في كل شيء حتى في كرة القدم ردوا قال ابن لعب معكم سؤالي هو يا أخي محمد متى أقيمت أول بطولة عالم لكرة القدم النسائية وعين ثلاث خيارات تقول ليش أول ثاني ثالث بعطيك وبدك تسميني الآن في البرازيل 1960 خلينا معه والله في البرازيل 1960 في إنجلترا 1975 في الصين 1991 الصين 1991 الصين 1991 شو رأيكم صح برجع بسؤالي إلى حسام الإيراني سؤالك يا حسام السؤال الثاني 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 لحسام وما زالت المباراة على أشدها وسؤالنا الآن على الشاشة الصغيرة أمامك اسمع لنا وراقب لنا ورح نسألك على أثرها تفضل يا هلطرق يا هلطرق يا هلطرق أحد 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 يهلط أحد 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 أ منيتي قلبي بالامة والقلب لو طال الأجة إيه رح ينوبك إيه رح ينوبك طيب السؤال مين حسام إيراني اسمك عسيم وخرجنا على فكرة أخي حسام سؤال لإلك هو هذا محمد عبدالوهاب ظهر في أحد أفلامه إسم الفيلم ورد البيضاء الوردة البيضاء أعطيني معه بطل من الأبطال بطل بس أقول لك مين يعني أقول لك محمد عبدالوهاب هو للإنصاف للإنصاف سؤالنا فقط اسم الفيلم وتمن علامات فقط للفين ثمن علامات وأرجع بسؤالي إلى أريج رشيد سؤالك يا أريج سؤال رقم 8 رقم 8 والسؤال هو ما يلي اسمعيلي يا أخت أريج الآن التبرع ببعض أجزاء الجسم عند الوفاة مشروعا شريطة موافقة الأهل والمسؤولين المعنيين لكن لو قلنا أنه في حالة وفاة أحد الأشخاص المجهولين هل يحق التبرع إلى هذا المجهول إلى إنسان حي؟ إذا بحق مش بده موافقة موافقة مين ولا بيأخذ على كيفه؟ وضح لنا إياها آه أنا بقول إنه بحق 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 إنه يتبرع في آبا طيب مجهول هذا مين بده موافقة من مين؟ من الدولة من المين بيمثلها؟ بيمثلها سلطة تشريعية مين من السلطة التشريعية؟ المحاكم الشرعية يعني أو القضاء الشرعي لا هناك جهة رسمية من يعرف؟ المستشفى لا مع أن يعرف؟ قاضي الشرعي فضل وزارة الصحة؟ لا من يعرف؟ فضل على الميكرافون بالله هناك جهة أيوة الطب الشرعي؟ لا نأخذ واحد من هنا النائب العام النائب العام النائب العام أو الإدعاء العام وخمسة وعشرين دينار لك يا أيها العزيز؟ خالد الأسد خالد الأسد خمسة وعشرين دينار مبروك عليك طبعاً إليك أربع علمات؟ أربع علمات إلى الزرقاء أربع علمات إلى الزرقاء وأرجع بسؤالي إلى محمد منصور ومحمود منصور سؤالك محمود؟ سؤال رقم ستة رقم ستة ورقم ستة الآن هذا ما فيه لا خيارات ولا أي شيء تعطينا الجواب تأخذتها من العلامات خليك معي نحن نعلم بأن السيدة خديجة كانت هي أول زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لكن سؤالي إليك يا أخي محمود تقول لي بس آخر زوجة للرسول عليه الصلاة والسلام من هي؟ صفية بن تحيي ابن أخطب صفية بن تحيي؟ لا من يعرف؟ عائشة عائشة؟ لا من يعرف؟ أم حكيم فش شو اسمها؟ من يعرف هنا؟ هناك أعطيني بالله الأخي اللي هناك على الميكرافون الأخي اللي هناك أيوة ماري القبطية؟ لا لا لحظة واحدون واحدون أعطيني ميكرافون إلي بالله إذا سمحت هناك أه أه تفضل اسمها بنت أبي بكر؟ لا لا خلص مرة هون ومرة هون لا الواقع هي ميمونة بنت الحارث وراحت على الفريقين وعلى الجمهورين والسؤال مين الآن؟ مين السؤال؟ بشرة سؤالك بشرة سؤال رقم ستاش رقم ستاش ورقم ستاش العلامات عنا واضحة الآن العلامات هي ستة وثلاثين العلم التطبيقية وعلى الزرقاء أربعة وأربعين علامة والسؤال إلك وعلى يمينك راقبيننا وتابعيننا والحبيناك حبينا نحن ما نقول لك سألناك جاوبينا إليك سؤال؟ ننسألك الآن السؤال إني المين؟ إليك؟ آلة بشرة والله بشرة ما أظنّي تجاوب ولا والله ما أكل حال؟ عربة يعني الآن هذا فريد الأطرش يا بشرة تاشي؟ بس بدت تقولي لي اسم الفيلم اللي غنّى فيه هالأغنية وتابعنا علامات والله يعطيك العافية أنا واضح أنا ما راح تجاوبيه طيب واضح والله زي الله واحد عرف هي يعني طيب من يعرف؟ تفضل حبيناك يحبينا والله وأربع علامات أربع علامات أربع علامات أربع علامات بيأخذهم لو جاوب صحيح أنا المشكلة؟ أين المشكلة؟ 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 محمد لم يكن قاعد هؤلاء ينسأل السؤال ويقول طيب يا سيدي هاي جاء سألتك ومجاوبتش؟ لا يحس كيف؟ أجزت التراي لا لا أحبناك ولا لا أسرع متأسف يعني من يعرف؟ اسم الفيلم اسم الفيلم طيب كمان مرة نقول من يعرف من هنا؟ تعرف؟ على ميغرافون اسم الفيلم الحب الحرام؟ لا الحب مش حرام أصلا نأخذ من هنا أعطيها الميغرافون حياتي؟ نعم نغم في حياتي نغم في حياتك وكلام سليم مؤكدش عديش الجائزة؟ 25 دينار 25 دينار لمين؟ رانيا محمد سمارة واسم الفيلم؟ جامعة الزرقاء الأهلية نغم في حياتي نغم في حياتي 25 دينار وارجع بالسؤال إلى سامر السمان سامر السمان سؤال لك يا سامر سؤال رقم أربعة أربعة لسامر بسرعة قليلا خلود نحظة قليلا طيب أخي خالد أخي سامر أيها العزيز اسمع لي هذا الكلام السندة السندة إيتي السندة إن أميرها بحر يطم على العفات وينضح ما زال يعطي قائماً أو قاعداً حتى حسبت أبا عقيل يمزح واضح بدي منك تقول لي من هو أبو عقيل الذي يمزح الشاعر كمان مرة أقول لك يا السندة إيتي السندة إن أميرها بحر يطم على العفات وينضح ما زال يعطي قائماً أو قاعداً حتى حسبت أبا عقيل يمزح أو واضح ما هو الربط بدي تقول لي أبو عقيل من هو يا أخي سامر وأعطيك ثلاثة وسامة بن زيد حسان بن ثابت محمد بن القاسم نعم جعداً وسامة بن زيد حسان بن ثابت محمد بن القاسم حسان بن ثابت حسان بن ثابت وإجابة خاطئة من يعرف؟ محمد بن القاسم محمد بن القاسم وإجابة صائبة أربع علامات وأربع علامات ما بيقول لك السندنا السند مربوط بمحمد بن قاسم المس imaginar الثقفة وأربع علامات والسؤال الأخير 14 إلى جامعة الزرقاء الأهلية والسؤال هو ما يلي بسم الله الرحمن الرحيم لمين؟ لا أبو حطب يا الله إليك هل مباشرة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون سؤالي عند كلمة لا شيئة فيها ما معنى لا شيئة فيها؟ لا نقص ولا عيب خلاص؟ نعم ولا لا مش صحيح من يعرف؟ لا 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 لاحظ الآن لو تبعتني بالآية بقول قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض وللول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة مسلمة مسلمة واضح شو معناها؟ لا شيئة فيها لا أنت خلاص انتهى ألا من يعرف؟ من يعرف؟ لا شيئة فيها من يبدو يقول احتمدوا؟ بشرة أريج؟ طيب بشرة لا شيئة فيها يعني ليست مكلفة بـ لا تعمل عملا معينا يعني مسلمة تعمل ما تريد؟ لا من يعرف هنا؟ فضل لونها واحد لعن؟ لونها واحد يكون لا شيئة فيها ما هو وصف أنه صفراء مش هيك باقع؟ لا شيئة فيها لا لونة غير اللون اللي هو الأصفر المعنى فيها وعلامتان إلى جامعة العلم التطبيقية وعلامتين يعني الفارق كثير خفيف وبهذا تنتهي هذه المسابقة على النحو التالي أخذت أو حصلت جامعة العلم التطبيقية وتندسة على 42 علامة بينما جامعة الزرقاء الهلية 44 علامة بهذا تنتقل كلية العلوم من جامعة الزرقاء الهلية إلى دور الأربعة أهلا وسهلا فيكم وتفضلوا وتسلموا جوازكم كمان مرة نسأل الآن خمسين دينار نقداً أو مفاتيح بشرة مفتاح مفتاح لبشرة رقم مفتاحك يا بشرة رقم ثلاثة 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 لبشرة رقم ثلاثة بشرة تاخذيها ولا مقايضة 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 بشرة هاي مية دينار مية وخمسين مية وخمسين والله ما تتفشل مية وخمسين دينار مية وسبعين ومية وسبعين دينار ما تتفشلين ميتين ميتين والله ما تتفشلين هذا الشكل الإسلامي الجميل الرائع مية وخمسين مية دينار مية وخمسين دينار لبشرة ردوان ولا الجائزة مية وخمسين لا صار فيها إنها لا لا والله خمسة وعشرين مية وخمسة وعشرين وخلاص ميتين وخمسة وعشرين خلاص مية وخمسة وعشرين طيب مية وخمسة وعشرين دينار وبدهاش الجائزة مية وخمسة وعشرين دينار أعطوا مية وخمسة وعشرين دينار تفضلي تفضلي هناك مية وخمسة وعشرين دينار لبشرة وقرأ جائزتك بصوت عالي بشان يسمعك مايكروفوني بصوت عالي مطبخ بقيمة 2500 دينار حسنا طيب معلش أخذت الجائزة النقديها وتركت مطبخ بقيمة 2500 دينار من العالمية لمطابخ الأمريكية الألمانية ومبروك عليك آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ورقم 10 آه احنا هناك ربيحنا علا بدنا نخسر شوي نخسر هاي خمسين دينار وفوقهم مشان هالوجوه خمس وعشرين دينار خمس وسبعين أوجائز لك مية لا مية ووابا أخذ امبس ولا فلس زيادة مية مية خلاص مية لم يكن الجمهور مية لا تقدر لم يكن بالجمهور لا تتوفي معي أنا لا تتوفي لا خلص مية مشالجو مية مشالجو هذه 80 دينار مية مشالجو لا 80 لا يلا اريج لا خلص 80 دينار 80 دينار وبصوت عالي عاليها عالي اقل ايجائزتك يلا افتح لا اذر طيب ابيع 8 دينار والجائزة زيد اكتر من 80 80 بس اعطيني مية وخلص 80 اه طيب مية لا 80 80 ايش 80 دينار ابروك عليك 80 دينار اهلا وسهلا فيك يا اريج تفضلي هناك رقم 15 15 الى محمد لا محمد والسؤال ما يلي اه 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 والله يا اخوي انا هاي على ابعد حد بدفعلك 50 دينار اه 50 دينار نصحت اخي وفلس لا او جائزتك جائزتي اه جائزتي جائزته بصوت مرتفع اقرأ الجائزة وجبة كاملة لست اشخاص مطاعم الواحد قمل مطاعم الواحد لعلالي مبروك عليك اهلا وسهلا فيك موسيقى 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 وإلى فقرتنا التالية وكما ذكرنا معنا أربع من الفرسان وثلاثة من أصحاب المهن المهن لأمامنا مختلفة معنا أعتقد يمكن معلم معلم مدرس يعني ومعنا بعتقد يمكن مراقب تموين ومعنا بتصور يمكن مخلص جمركي هاي ثلاث مهن ثلاث مهن أمامنا ولمعرفة كل مهنة على حذا ومن صاحبها معنا أربع من الفرسان نتعرف عليهم الواحد والآخر رقم واحد عبدالقوي محمد هزاء جامعة العلوم التطبيقية هندسة حاسوب أهلا وسهلا الفارس رقم اثنين رانا سعدان سنقول لعمارة هندسة عمارة هاي جامعة علوم التطبيقية ها؟ علوم التطبيقية أعطيني الجامعة ما هو ليش خجلانة مستحية انتي طيب ثلاثة عماد عرنوس كلية الأداب جامعة الزرقاء الأهلية أربعة أمني مصطفى المراعي كلية الأداب جامعة الزرقاء الأهلية أعنا وسهلا عبدالقوي رانا عماد آمنة أمامكم الآن ثلاثة مهن بدنا من دورتين في الأسئلة تعطونا وتعرفونا على كل مهنة من هو صاحبها ونبدأ بعبدالقوي هزاء سؤالك يا عبدالقوي لمن؟ سؤال موجه لرقم واحد وعلى افتراض أنه؟ على افتراض أنه مفتش تموين مفتش تموين أو مراقب تموين رقم واحد فضل ما هو الأسلوب المتبع إذا وقتتم في أحد التقار لديها مثلا أغذية فاسدة هل مفتش تموين يمتلك الصلاحيات لإغلاق هذا المحل أم ماذا؟ مفتش تموين لا يمتلك إغلاق هذا المحل إنما يرفع إلى القضاء والقضاء هو اللي يفتب الموضوع يعني يخالفه يخالفه ويرفع عمره وهو طبعاً يتابع قضيته أما لا يمكن أخ عبدالقوي أنا من لهجتك أكاد أتعرف عليك كأنك يمني نعم يمني؟ أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أخت رانا سعدان أهلا بالأخ عبدالقوي وبكل الإخوة والأهل والأحباء في اليمن وسعدانك تكون معنا نعم ورانا سؤالك من يا رانا؟ لرقم واحد نعم إذا فرضت أنك مخلص جمركي واحد نعم لن نمسك واحد على الحدود هذه صلاحية ناس لا يمينين ليس صلاحية هو لاحظها هو مخلص جمركي وليس مأمور جمرك نعم طيب عماد عرنوس سؤالك السؤال الآن إلى الممتحن رقم اثنين نعم على افتراض أنك مراقب تموين ما هي الشروط الأساسية والقواعد الضرورية اللازمة كمراقب تموين التي تتعين عليك بها إعطاء صلاحية لمحل تجاري خاضع لرقابة وزارة التموين في حالة سؤال جيد نعم نعم يجب أن يكون على إلمام كامل بمواضيع التموينية كاملة نعم من ناحية المخالفات من ناحية جهودة الأسعار أو درجة الأسعار من ناحية إذا كان هل السؤال إذا كان قدم إلنا أن هذا الشخص مخالف أو غير مخالف أو بهالشغلات هذه بعدها نتخذ الإجراءات بحقه آمن المرعي سؤالي لرقم ثلاثة على افتراض أنه مراقب تموين نعم ثلاثة لو فتت على سوبر ماركت وطبعا أنت تخالف على لي مش مسعر مثلا مادة تموينية مش مسعرة وجدت صاحب البقالة أو السوبر ماركت بسعر في هذه هل تخالف أو لا؟ وحقيقة لما أدخل يعني على محل أو البقالة أو السوبر ماركت مفروض يكون السعر من البداية معلن على السلعة طيب لا تكمل سألتك كيف تقول لك إذا لقيت واحد عمال يبكت بالأسعار في لحظتها خالفه لا فهنا يعني ما بدي أخالفه طبعا بعطيك إنذار يعني وإذا تكرر يعني بجزء أكتب له مثلا مخالفي أو بإمكان خلاص؟ آه تقليلا خلاص؟ 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 عودة إلى الدورة وإلى عبد القوي الهزاع الأخ الحبيب اليمني تفضل يا أخي عبد القوي سؤالي موقع للأخ رقم ثلاثة على فرض أنك مخلص جمركي نعم وأردت أن شراء مثلا بضاعة معينة من السوق الحرة مثلا في عمان هل أتمكن من خلال السوق إقراك كل المعاملات الجمركية مثلا إذا أردت أن أخرج هذه البضاعة خارج الأردن؟ سؤال بالمناسبة أسئلته ذكية وشكرا عليها وتفضل جاوبه يا رقم ثلاثة بصفتك مخلص جمركي بالمناسبة بالمناسبة السؤال غريب جدا وقد يخع فيك مخلص إن لم يكن قد وقع فيه سابقا فضل أخي يجاوب لا أريد أن أكشف حالك مخلص جمرك لا 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 أرجوك نحن نجاوب هو يقول عنك مخلص جمرك يجاوبوا على سؤاله خلي أعيده كمان مرة إذا سمحت عساس أن أكون يعني حريص فضل فضل سؤالي كان خاص بإجراءات التخليص الجمركي إذا أردت شراء بضاعة من السوق الحرة فرضا في عمان أو في الزرقاء وأردت إخراج هذه البضاعة مثلا إلى خارج الأردن هل بإمكاني أن أقري كل الإجراءات الجمركية داخل السوق الحرة؟ يجوز برضو داخل السوق الحرة يجوز التخليص عليها داخل السوق الحرة؟ يعني هو سؤاله بصفتك مخلص جمركي نعم الواقع يقال بأن التخليص على بعض البضاعة الجمركية بتعبير موجز أنه بطلع الروح يعني مثلا أجل أخ شاف بضاعة في المطار أو في المنطقة الحرة بالزرقاء بدك تضلك تجرجره من السوق الحرة للوزارة للدائرة للمالية لهون لهون ولا بتخلصه في الموقع؟ في الموقع لأنه كل شيء موجود في الموقع الناس اللي بيرشدوهم والناس اللي بوقع المعاملات والمستخلصات وكل ما يكون موجود في جمرك كاملة يعني أنا مع الأخ هناك قد يكون هذا كان سابقاً لكن أحب أن أطمنك وأطمن كل الناس بأن الإجرات التي قامت بها الجمارك أصبحت من أي سر الإجرات في أي دولة أخرى في العالم لكي تسليل الأمور على الشخص رانا سعدان سؤالك لمن؟ لا رقم 2 بصفته؟ معلم معلم رقم 2 شو معنات ألف باب وباير؟ ونصر غيف وكوس هاي؟ أرنا معلم إذا أنت بتدرس طلاب إذا طالب داعيأك أو عصبت منه بضربه بحق إليك تضربه ولا لا هو في التوجيه المعنوي الجديد لا لا هو إليك إنت يعني آه في التوجيه الآن الجديد بالنسبة للتربية والتعليم لا يحق للمعلم أنه يضرب الطالب إنما بإمكانه أنه يخرجه خارج الصف ووديه لمدير المدرسة أو يطلب ولي أمره أو يعاقبه بشكل أنه عدم الكلام بأثناء أداء الدرس انتهى أخت لنا سؤالها وبالننتقل بسؤالي إلى عماد عرنوس تفضل سؤالك السؤال الآن إلى الممتحن رقم واحد على إفتراض أنك مراقب جمرك ما هي الشروط الأولية الأساسية التي تسمح لك بإدخال سلعة معينة إلى هذا البلد أو أن لا تدخلها؟ أولا السلعة يجب أن يكون مسموح دخولها ليس من السلعة الممنوع عندنا هذا أولا على كل شيء و...بس لحظة شوي بالله شو كمان؟ رح بيحها كمان شوي هيك سريح بكيف؟ شكرا واضح جوابه يعني آمنة؟ سؤالي لرقم ثلاثة على فرض؟ على فتراض أنه مراقب بجمارك نعم لو كنت هو مخلص جمرك مخلص جمرك غير مأمور جمرك غير مأمور جمرك مخلص جمرك قطاع خاص مأمور جمرك قطاع عام مأمور جمرك في القطاع الدولة مخلص؟ لا، بيكون قطاع خاص هو بيتعامل مع الدولة ومعاك أنت في التخليص وهذه وضحت لكم إياها نعم آمنة لو طالب في المدرسة بصف مثلا ابتدائي سألك ما يعرف مخلص جمرك سألك ما تشتغل؟ حكيت له مخلص جمرك ما تجعبك؟ طبعا باختصار مخلص الجمرك هو الشخص طبعا الموظف وليس أي شخص يستطيع أن يكون مخلص جمرك إلا إذا كان طبعا على عنده وعي وإدراك كامل وعنده ثقافة بأمور التخليص الجمركية ويستطيع أن يقتحم هذا المجال من خلال طبعا تفهمه ووعيه ويستطيع أن يزاول هذه المهنة من خلال خبراته وكذلك عليها أن يكون يتمتع بثقافة جمركية ومنها المنطلق هذا شكرا وهناك دورات من خلال الأمور شكرا أيها المخلص من هذا الجواب ومن هذا السؤال الآن خلود بتلفلنا الآن على المتسابقين وبتلملنا الأسئلة والإجابات كاملة موسيقى إذن إحنا الآن سنستمع إلى إجابات المتسابقين الأربعة وسنستمع بداية إلى إجابة المتسابق رقم واحد عبدالقوي الأزاع نسمع إجابته يا خلود عبدالقوي قال أنه رقم واحد من هو؟ مراقب تموين لا سمحت بالله رقم واحد مراقب تموين واحد مراقب تموين واثنين معلم واثنين معلم وثلاثة مخلص جمركي وثلاثة مخلص جمركي رنى سعدان كيف صنفت المعن رنى رنى قالت أنه رقم واحد مراقب تموين واحد مراقب تموين واثنين معلم واثنين معلم وثلاثة مخلص جمركي وثلاثة مخلص جمركي عماد عرنوس ماذا يقول عن أصحاب المهن وكيف صنفهم عماد قال أنه رقم واحد مراقب جمرك واحد مراقب جمرك واثنين معلم واثنين معلم وثلاثة مراقب تموين آمنة آمنة قالت أنه رقم واحد معلم واحد معلم اثنين مخلص جمارك ثلاثة مراقب تموين ولا نسمع حتى نشوف مين واحد عرف نفسك لو سمحت الوستاد توفيق الفارس معلم ندرس مين جواب أول جواب آمني إذا زبط معك الثاني تنين عرف نفسك محمد عدنان مخلص جمرك طيب وثلاثة عبد الكريم البوريني مراقب تموين أهلا وسهلا فضل أولا أولا بحب أعلق علي أعطى البوريني أنه مخلص جمرك أنا سبقته بتعقيب أو تعليق قلت هو ليس موظف هو غيرت وقال موظف دليل أنه يجهل تعريف المخلص الجمرك وما بل في عنه أنه هو مخلص بتظل بين اتنين الآن هنا جوابكم جوابات معومة الأولاني دليل أنه مثقف جمركيا ومثقف تموينيا لكنه ممتهن تعليميا شكرا للإخوة وشكرا إليك وبالحالها تفوز آمنة للمرعي بالمسابقة وتفضل عندنا لو سمحت أستاذ عبد لفت انتباهي طبعا لأستاذ عبد الكريم الموريني عبد الكريم مراقب تموين لو الميغرافون اللي عنده ست خلود طبعا عبد الكريم دائما لو سمحت شوي بس بتحفنا أنه يميل إلى الفن يميل إلى الفن نسمع منه إشي؟ أو لا حاب تسمعنا إشي؟ طي شكرا الأستاذ رافع شهين كان يقدم برنامج اسمه ملاحظة نشوف الطريقة اللي كان يقدم فيها البرنامج سيدتي سدتي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملاحظة وملاحظة هذا الأسبوع خليك معي محمد جابر صالح خليكوا معي شوي يا أخي رجان طيب ملاحظة هذا الأسبوع بأن هناك طفل الطفل هذا وجد مبلغ من المال خلينا نشوف مع بعض شو اللي صار مع الطفل تعال حبيبي تعال تعال أيوة لا تخاف لا تخاف حبيبي لا آه 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 لا تخاف هناك هاي الكاميرا أيوة شو اللي صار معك حبيبي وأنا ماشي في الشارع وأنا ماشي لحالي في الشارع يا السلام يا السلام تصوروا طفل عمره سنتين لحاله في الشارع وين أمك حبيبي؟ وين ماما عنك؟ شو اللي صار بالزبط؟ وأنا ماشي لقيت جزدان كله فلوس يا السلام راهيب طفل شوفوا الأمانة كيف عنا شوفوا مش أمانة العاصمة شوفوا الطفل الطفل كيف مؤتمن وين رحت فيه حبيبي المبلغ؟ رحت عطيته للشرطة يا السلام رائع والله رائع طفل يا الله شو بعدين؟ طيب ما خفت من الشرطة حبيبي؟ نعم ما خفتش يا السلام طيب أمه للطفل وين ماما؟ أنا حيني هاني يا أخوي يلا يمسيتوا بالخير يا أخوي بالمناسبة السعيدة باشتروا التلفزيون يا أخوي بعدين في عيده الله يجعلوا مبارك ولا يا أخوي تل الناس بطلت تطلع على الساتلات يا أخوي وتلها صارت وين؟ على التلفزيون الأردني يا أمي برامج ما شاء الله عنها تلها جديدة تخلى وتيل والله إشي ما شاء الله عنه بعدين الحمد الله يا ربي الأسعار كويسة وفيش فواتير الحمد لله لا فواتير تفلو تلفونات ورش الحمد لله تلها بخير إن بار حاجات مع ابني في عمير شاء الله يسلموا وصاري كل جاي في البرامج قلت له يا أمنا يا حبيبي التلفزيون تلبرامج جمليحة يا حبيبي الله العظيم يما والحمد لله على السلام ما تقول لك يا حبيبي أي فتر يما والحمد لله الحتوبة مع المواطن زي الدبس والعسل يما يا حبيبي استجاتت يا حبيبي الله يخليك يما يلا وشكرا للأستاذ رافيا شهين وبعدين الحمد لله تنسوش الأسعار الأسعار نازلة والناس تلها بتقول تلحم ما شاء الله نحم وشكرا للتو الحمد لله شكرا 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 يطيك العافية أستاذ عبد الكريم أمنة خمسين دينار أو مفتاح 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 سريع بسرعة مفتاح ثلاثة رقم ثلاثة ثلاثة لأمنة سريعا مفتوح ثلاثة سبعة 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 بلا الميغرفون جنبها وإقرأ جائزتك بصوت عالي ولا بتتبيعي خلينا نفاصل فاصلي طيب ما علش ما علش ما علش هاي جائزتك والله معاكي هيميت دينار ومية وخمسين أو الجائزة فكي لك الجائزة وخلصها الجائزة الجائزة وهذه الميغرفون وجائزتك يا آمنة أقراها أنا ولا أنت أنا هنا أقراها أحسن لك أنا ولا أنت أنا صوتي أحلى طيب بدهاش مية وخمسين دينار فضلي هون وبدها جائزتها وهي عبارة عن طقم مطبخ كامل بألفين وخمسمين دينار طقم مطبخ كامل بألفين وخمسمين دينار من العالمية للمطابخ مبروك عليك وأهلا وسهلا فيك وتفضلي وسيداتي وسادتي إلى لقاء آخر وإلى حلقة أخرى مع مسابقة جديدة هذه تحية وإلى اللقاء ماشنا حرفو كلمي مفهومية أنا عديتها بطلع درشي نحو القلمي واربح معنا لو حليتها خالد إمك عمي تيتا جدت عمك من خالتها خالد إمك عمي تيتا جدت عمك مين خالتها بر 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 نمشنا حرفو كلمي مفهومية أنتهى تيتا مذي Perателя رجين هوا القلمي واربح معنha لو حليتا ماذا وكيف أطارد ده؟ ووعو العكفي بالجاكيتا ماذا ماذا وكيف أطارد دينا؟ ووعو العكفي بالجاكيتا بتحقي 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 بر نمشنا حرفو كلمي مفهومية أنا عمدتا حرف وقلني بمفهومية أنا على الديتا اطلع درجة نحو القنة واربح معنا لوحة لاتا إسا 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 سفعة ما قص ربعة ستة خمسة ونصة والديتا تقدم